في لقطتين النهاردة لفت ونازل قبل ما نتكلم فنان في الفقهة الأخيرة النهاردة مع محمد جمال ومحمود الشاكر عن اللي حصل في المباراة بس لقطتين لطوف كده أول لقطة لقطة مشجع لمنتخب مصر بعد هدف حمد فتحي وهو يحتفل أمام مشجع للمنتخب الجزائري لقطة حلوة جميلة تحسها الطبيعية هتقول لي أنت تقصوا دي هتقولنا يا جماعة لقطة عشان ما بقاش بتكلم من غير لقطات يعني اللقطة تحس إنه الكرة الحقيقية يعني إيه يعني مش شغل السوشال ميديا يعني مش هو أحد بيكتب كلمة فتا يروح وضع عليه بإخناقة واشتيمة ومشكلة وأزمة مشجع لمنتخب مصر هتقول اللقطة وانا بتكلم مشجع لمنتخب مصر أهو بس بس سبت بقى بالراحة أهو مشجع رجع تاني مشجع لمنتخب مصر معاه مشجع من المنتخب الجزاري اللي التين عاديين جموا بعض بيفراجوا على المطش مش دي يا جماعة لقطة اللقطة اللي هو بيحتفل هيا دي سيبها بقى فاهم؟ هو عنده مشجع لمنتخب مصر شايف مشجع لمنتخب الجزاري بيقول له احنا جيبنا جول احنا كسبنا احنا فرحانين والمشاجع بتاع المنتخب الجزاري ما عندهش مشكلة ما تمام اهو زعلان على منتخبه بس تمام هتقولي تجيب اللقطة دي ليه؟ يعني عشان المشجع منتخب مصر بيغيز المشجع منتخب الجزاري خالص والله بالعكس ده انا عايز اقولك ان دي دليل على الروح الرياضية انه عادي هيا دي كرة القدم انا بسجل هدف بفرح به انت بتسجل هدف بتفرح به احنا بننوش بعض كده ونقعد ناكب بعض عشان هيدي الكرة في اي حتة في العالم لا ازمة ولا مشكلة لا حد مسلا لا قضى الله تلفز ولا مد ايد ولا اي حاجة بنحتفل وننبسط انا فاكر في مشهد كان اخد بالك هو اللابس تيشرت كمان النادي الاهلي المشجع بتاع منتخب حرك الصورة شوية كده حركها شوية خليها تتحرك معنا سنة سنة عادية انا كنت مرة في مطش منتخب مصر ومنتخب غانة في كماسي الاسف المطش ده مش عايزين منتذكروا جميعا يعني مطش الستة وكان كل جون غانة بتجيبه كنت تلاقي المشجعين بتاع غانة حوالينا عمالين يحتفلوا وينبسطوا ويشجعوا طبعا كنت زعلان ومداءة نفس انا لو ما اعمل كده بس عادي هادي كرة هيا دي كرة في اي حتة في الدنيا يقول لك ايه إلحظ عمالي يغيزه ما كانش مفهوض يغيزه يعني يا سلام ما هي دي قصة كرة القدم احنا منحب الكرة ليه بالمناسبة يعني لو انت بتشجع فرقة انت بتشجع فرقة فبعد ما في رقيتك بتكسب ولا بتجيب جول بتبقى عايز تحفل وانت بتاع الطول بقى نجامد وعظيم وبتاع على المنافس بتحصل يعني في كل حتة فلعنا ده بيعملوا مشجع المدين مع برشورونا والعكس ومانشستر ريولات وباريس سان جرمان وبارميونيخ ودورتبوند والاهلي والزمالك بيحصل ومصر والجزائر وفرنسا وأسبانيا ده بيحصل فالصورة كانت حلوة عجباك تحسك نلاقي ايه احنا منرجع للأصل يا جماعة الكرة فعلا قرية مدرجات او جماهير جماهير مدرجات مش الجمهور بتاع سوشال ميديا اللي هو انا هكوش اكتب كلمة للمنتخب الجزائر والمنتخب المصر شايفين فالتالي يروح داخل شاتمه على طول لا لا خالص احنا منحتفل لما منبقى فرحانين وفي حد بيقعد يناكف فينا عادي جدا والعكس الصحيح لما هو اللي بيسجل فبيقعد يناكف فيا فالدنيا طبعا ايه فاللقطة دي عجبتني يعني حبيتها اجيبها لحضراتكم